أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبدالله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فالدنيا أيها الأخوة دار ابتلاء وليس الدار استقرار السعادة فيها نسبية وكما يقول أحد علماء النفس اللزة في الدنيا دفع ألم دفع ألم عندما يأكل يلتز بالطعام لأنه يدفع ألم الجوع عندما يشرب يدفع ألم العطش وهكذا بينما الآخرة لذة للذة لا يوجد فيها منغصاق هي دار السعادة في الجنة ودار الشقاء لمن خرج عن منهج الله وأمره وحكمه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ربنا تبارك وتعالى يقول في هذا النصر الذي بين أيدينا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور كل نفس دائقة الموت دائقة طعم الموت وهو الفصل بين الروح المميزة وبين الجسد وبين النفس فيصبح الإنسان جثة هاملة ما هي هذه الروح التي أخذها الله عن طريق ملك الموت الله أعلم به يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولو وصلتم إلى الطيران في الجو والصواريخ وفي الأرض وفي كذا ولكن هذا علم قليل لا تدركون بعض الأشياء التي هي بسيطة والتي هي تكون في نفوسكم وأنتم لا تدرون ما هي وما أتيتم من العلم إلا قليلا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا إذن ربنا تبارك وتعالى يقول لنا في هذه الآية كل نفسا ذائقة الموت فالعاقل يعرف هذا ويستعد للموت والموت بالنسبة للمؤمن كالقرصة انتقال من مكان لمكان أما بالنسبة للشقي فتأتيه الملائكة الموت أخرجوا أنفسكم لأنه يرى موقعه من النار عندما يشفر بصره فتخاف روحه وتتشبس بالجسم فينتزعها انتزاعا ملك الموت الدنيا ليست دار أجر إنما هي ممر ولذلك قال تعالى وإنما إنما حصر حصر الأجور ليست في الدنيا في الآخرة هناك دار السعادة لمن يؤمن بالله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح عن النار أي أبعد عن نار جهنم وأدخل الجنة فقد فاز دلت الأحاديث الصحيحة التي تكون متواترة بالمعنى ونص القرآن على الصراط والمرور على جهنم حيث أن الصراط ممتد بين الجنة والنار وهو أدق من السيف وأحد من الشعر وأحد من السيف أدق من الشعر وأحد من السيف يسير فيه الإنسان على قدر عمله الكافرون والمنافقون يسقطون في جهنم والمؤمنون يسيرون على قدر أعمالهم يتخبطون ويقول الرسل تقول رب سلم فمن جاز الصراط ودخل إلى الجنة نجاه قد يقول قائل لماذا هذا الصراط ليرى المؤمن بعينيه أن من يشرك بالله ويتسلط على عباد الله ويتأله على الناس ويطلب منهم أن يعبدوه ويرهبهم بالقسوة والقوة والذبح والعذاب من أجل أن يطيعوه ويتركوا طاعة الله ليعلم أنه يستحق هذه المكانة التي سيكون فيها خالدا في نار جهنم ريض بالله تعالى وليعرف المؤمنون عظمة الله ونعمته العظيمة الذي أدخلهم الجنة بفضله وعفوه لأن الإنسان مهما كان لا بد أن يقصر ولا بد أن يقع ولا بد أن يخطئ ربنا تبارك وتعالى رحيم ولكن بمن بالمؤمنين الذين يحاولون أن ينهجوا النهج الذي عسمه الله وإن زلت قدمهم أحيانا ولكن يعتقدون اعتقادا جازما أن أمر الله ينبغي أن يطاع وينبغي أن ينفذ لا أمر الطواغيث ولا أمر الظلام فهؤلاء عندما يدخلون الجنة يشعرون بفضل الله عليهم وأن الله رحيم بالمؤمنين في الدنيا والآخرة فمن زحزع عن النار أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم لماذا؟ لأن الدنيا ليست هي دار مقر كما ورد في الحديث ما الدنيا إلا كما يضع أحدكم يده في اليم قد ينظر بما تخرج وضع يده في النهر ماذا يخرج منها غير قليل من الماء هذا يتحصله في الدنيا أما في الآخرة فيدار السعادة قال تعالى لهم فيها في الآخرة الجنة يعني لهم فيها ما يشاءون يعطيك الله أيها المؤمن من مشيئته تشاء طعاما معينة يكون كما تريد تشاء حرية معينة بشكل معين بسعادة معينة بأسلوب معين يعطيك الله ما تريد لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد عند الله مزيد وهو النظر إلى الله تبارك وتعالى الذي هو ألذ اللذائذ ولا يدركه إلا من يذوقه ويعرفه أما الدنيا فهي متاع غرور يغتر فيها الجاهلون الجاهلون بماذا؟ الجاهلية في العرف الإسلامي هو الذين جاهلوا ربهم فعبدوا غيره واغتروا في الدنيا واطمأنوا إليها ونسوا الآخرة ولم يؤمنوا بالآخرة هؤلاء الجاهلون الذين يغترون بمتاع الدنيا ويظنونها كل شيء ويسون أنه بعد لحظات أو بعض أيام أو بعد سنين أيًا كان وكل آت قريب سيأتي ملك الموت وينزع أرواحه ثم يقول الله تبارك وتعالى مخاطباً الناس والمؤمنين على وجه الخصوص لتبلون أيها المؤمنون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم وهذه الآية كما قال تعالى في آية أخرى ولذبلونكم لشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لي راجعون أيها المؤمنون في سوريا وفي غير سوريا من البلدان الإسلامية التي يجتد فيها الظلم على المسلمين والقتل ألم تبلو بلا خوف الخوف من الأمن الأمن حتى يحقق لك الأمن وإذا به يحقق لها التعذيب والضرب بالسياط ومين إطلاق النار أحيانا هذا أمن هذا مثل مجلس الأمن مجلس الظلم والعدوان على الدول المستضعفة ولا نبلونكم بشيء من الخوف خوف من الظلم الطغاة والجوع الاقتصاد يفسد يفسده هؤلاء المجرمين ويزعمون أنهم يحسنون الصنعة ونقص من الأموال والأنفس والثمرات تبتلوا بنقص من الأموال لأن عندنا خربت بيوت كثير من الناس في سوريا حتى أنك لو نظرت لظننت أن قنابل زرية نزلت في هذه المواطن وتلون ونقص من الأموال والأنفس بالقتل وبالموت والثمرات تقل الثمرات الناس في بعض المواطن يا إخواني يموتون جوعا في سوريا يأكلون لحم الكلاب بعض الناس يأكلون الأعشاب لماذا هذا لأنهم لم يطيعوا فرعون هذا عصر الدجال إذا أطاعوا فرعون يطعمهم ولكن المؤمن يرفض الذلة ويرفض الفخضاء لفرعون إنما يريد أن يطيع الله ولا يقول إلا ربنا الله وسيدنا الله والله الذي يطاع ولتسمعن من الذين أشركوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود على رأسهم والحكومات النصرانية المتصهينة هذون الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذناب أهل الكتاب الذين يطيعونهم من الحكام والشعوب والأفراد الذين يطيعون أهل الكتاب وينفزون مخططاتهم ستسمعون منهم أذى كثيرة نعم أذى كثيرة سمعنا هذا صدق الله القرآن معجز كل ما يخبر عنه الله سبحانه وتعالى تحقق لأن هذا القرآن ليس من صنع محمد إنما هو منزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا الأذى الكثير سمعنا من يقول لنا هذا بشار الأساد انتهى سقطت شرعيته ثم يمدونه بشكل غير مباشر بالسلاح والمال حتى يقتلنا أليس هذا أذن أذن باللسان يزعمون أنهم أصدقائنا وهم أعدائنا ويقوون أعدائنا علينا لا في قتالنا معهم لا في قتلنا ولكن الله كبير فلنصبر ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وعلى رأسهم اليهود ومن الذين أشركوا أذناب اليهود وغيرهم أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور تصبروا وتذلوا لا تصبروا وتتقوا الله يعني تقرؤون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتدبرون ثم تنظرون بما يأمركم الله وكيف تجاهدون هؤلاء الكفار وكيف تجاهدون المنافقين قالت الله تعالى النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم تعودوا إلى ربكم وتتقوه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور من الأمور الصحيحة التي فيها العزم والقوة وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم أذى المشركين بالصبر حتى كانت الهجرة إلى المدينة ثم تكونت الحكومة الإسلامية أول دولة إسلامية في المدينة المنورة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر كتب السيرة والتاريخ الإسلامي أنه بمكة وعندما هاجر أول ما هاجر رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان المشركون يتبجحون ويأخذون حريتهم في الشرك ولا يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالصبر عليه شيئا فشيء حتى تستقر الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية وليس كما يفعل هؤلاء الجهال الذين فتنوا الجهال مثلهم فأعلنوا دولة إسلامية ونحن نمطر بالقنابل من فوقنا وبالألغام من تحتنا وبالصواريخ من جنبنا قادسوا دولة إسلامية ثم تبين أن دولتهم الإسلامية هي استسلام للطغاة لأنهم يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين ويمنون علينا إذا قاتلتمونا إذا قاتلتمونا سنتركوا قتال مع بشار الأسد في الاشهدن قاتلوا مع بشار الأسد قاتلوا قتال تمثيلي مثل ما قاتل حزب الله في فلسطين بكم صاروخ صار بطل هو ضد اليهود ولازال هو ضد اليهود مع أنه ما عاد أطلق طلق على اليهود بعد ذلك ولكن كان فينا فينا في سوريا الذبح السكاكين والقتل بالصواريخ وبالنفعية وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر المشركون عرفوا المدينة عرفوا أنه لا يمكن مقاومة الإسلام ولذلك أظهروا الإسلام اتظاهروا بالإسلام قطاعة الله ورسوله ولكنهم أبطل الكفر فقلوبهم مع اليهود مثل المنافقين في العصر الحاضر قلوبهم مع الأفكار اليهودية من اشتراكية والشجوعية وعلمانية ومدري إيش قلوبهم مع الأفكار اليهودية وظاهرهم معنا ونح مسلمين عم تكفرونا لا ما منكفركم أعمالكم أشد وأنجس من الكفار الذين تتبعونهم اليهود لا يجرؤون على أن يفعلوا أفاعلكم ولكن أنتم بتظاهركم بالإسلام يا منافقين تفعلوا كل شيء عندما قابل النبي صلى الله عليه وسلم أذى المشركين واليهود بالصبر حتى إذا مكنه الله تبارك وتعالى بعد غزوة بدر إن كفأ مشركون مدينة إلى النفاق ونقض أهل الكتاب عهدهم فنالوا جزاءهم عن عروة بن الزبي رضي الله عنه أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية القطيفة الفدكية كساء غليظ منسوب إلى فدك بلد على مرحلة من المدينة وأردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أسامة بن زيد ليعود سعد بن عبادة ببني الحارس بن الخزرج قبل وقعة بدر يعني كان المشركين اللي سأأخذين حظاً أحريتاً فمر الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلون عبد الله بن أبي بن سلون رئيس المنافقين وكان في ذاك الوقت يعلن شركه وكفره وكان مزعوج من الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يؤمن به لأنه كان ينشج الخرز لانسأوله تاج حتى يسأوله ملك على المدينة فهو يظن أن محمد أخذ منه الملك ولذلك الآن المشركون والمنافقون في مصر وفي سوريا وفي غيرها يزعمون أن هذا الإسلام السياسي ما هو إسلام ليش؟ لأنه بناخد منه السلطة ما بناخد منكم السلطة السلطة لله ما يلكن ولا إلن الخضوع لخالق الكائنات ليس لكم يطوغيت فهم يزين لهم الشيطان أن السلطة له المسلمين يخدموننا السلطة لذلك قلوا عنه الأرهابيين يقتلونهم وأواء والآخرين مثل التمسيليات لمن يشوفها ويصدقها بعض الجهلهم فمر النبي صلى الله عليه وسلم وراءه أسامة بن زيث مر على عبد الله بن أبي بن سلون رئيس المنافقين وذلك قبل أن يسلم ابن سليل يعني يتظاهر بالإسلام وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدالث أوثى وكان فيهم أيضا بعض اليهود من أهل الكتاب وفي المجلس أيضا عبدالله بن رواحة وهو من المؤمنين فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة الغبار اللي تطلع من الدابة أسألت على المجلس الجاسين فيه خمر عبدالله بن أبي وجهه بردائه بشأن ميشن ريحة الغبار مع أنه نتعودين على الغبار خمر عبدالله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا يعني يطعن زم الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لا تغبروا علينا روح لا تجيل فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقفه فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فهذا ما في عنا إكراف الدين ديننا دين الفطرة نحن ما نريد من الطوغيط إلا أن يترقونا نأخذ حريتنا في دعوة الناس إلى الله لا نجبر أحد على أن يطيع الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن يمنعون عن ذلك لأنهم يعلمون أن الناس إذا أطاعوا الله فما الذي يطيعهم ليتحكموا في أمواله وعراضه ودمائه من أجل ذلك أيها الإخوة يبزلون قصار جهدهم في قتل المسلمين لأن المسلمين يحررون الناس من طغيان هؤلاء الطغاة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين قال أيها المرأة إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا يعني هو أقصد أنه إسلام ما هو حق وقرآن ما هو حق إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا لا تجي تحكي عنه في مجالسنا تركنا ارجع إلى رحلك يوح على موقتناك على بيتك فمن جاءك فاقصص عليه بيجي لعندك وحكي له ما شئك فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا يتثاورون يعني يتأطروا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم يعني يهدئهم حتى سكتوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة اللي راح يزوره اللي هو سيد الخزرج الخزرج عبد الله بن عبيد مسلول من الخزرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب شوفوا لطف النبي صلى الله عليه وسلم صده ومنعه من أن يأخذ حريته فيه دعوة للحق بس لا ما يجبرهم ما يجبرهم عبد الله بن عبيد مسلول وغيرهم لا يدعوهم إلى الله فإذا به يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن عبيد مسلول قال كذا وكذا وكذا فقال سعد يا رسول الله اعفو واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني أهل المنطقة أهل المدينة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة يعني حطه عليه التاج فلما أبى الله ذلك يعني مرضي الله يكون هو الملك الحاكم فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله بالقرآن الذي أنزله عليك وبالدين والحق الذي أنزله شرق بذلك يعني رح يخترق فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو في كل ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم فلما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله صدادين قريش قال عبد الله بن أبي ومن معه من المشركين في المدينة ومن عبدات الأوثان هذا أمر قد توجه يعني الإسلام تركز ما في فائد من مخالفته فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فهل يجهل بعض المسلمين ذلك أم إنهم نافقوا كعبد الله بن أبي بن سلون نسأل الله العافية أيها الإخوة المؤمنون من لم يعجبه حكم الله وأمره وأحب غير حكم الله فهو كافر لست أنا الذي أكفره ولكن هذه شريعة الله هذه شريعة الله من ترك حكم الخالق وأحب حكم المخلوق انظروا ماذا يفعل بنا المخلوق يهدك أعراضنا ويقتل حرائرنا ويقتل شبابنا وأطفالنا وينزل علينا حمما من طائراتنا ويساعده الفجار من شرق وغرب علينا هذا حكم العباد ألا تريد أيها المؤمن أن ترجع إلى حكم الله في بيتك ومع زوجك ومع أهلك ومع الناس أجمعين لتعيش سعيدا في الدنيا وتقيم أمر الله تبارك وتعالى كما أرد الله فتحظى بسعادة الدنيا فإن ميت ميت سعيدا عزيزا شريفا وإن عشت عشت عزيزا شريفا ولك الجنة في الآخرة في كل الأحوال إن ثبتك الله على الإيمان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين